قبل أن يبدأ الفيديو ما نساش تعمل للايك واشتراك في كناه فعل الجرس عشان عايز ان نوصل مئة الف مشترك بقى ابن نهاية السنة فانزل تشترك بقى وفعل الجرس عشان وصلك كل منخصات افلام الرابب اللي بعملها وكمان عشان وصلك كل منخصات مسلسات الرابب اللي بعملها ما تنساش تشتراك في كناه واللي بينزل عليها فيديوهات اناميشن هتعجبك قوي وكمان حايا بطلب منكم طلب صغير كده وعرف انكم مش هتقصير قبطي اتلاقوا رابط الصفحة بتاعت على قوي ت في الوصف وفي اول تعليق. روح هناك اعمل فولو الصفحة بتاعتي. ويعمل لايك على اخر فيديو. وكتب تعليق. عايزين نوصل الصفحة دي لالف متابع. يلا بقى اتقدروا تعملوها. شاك جاز. طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بظهور كيتي وهالي. وهم عادين في النادي. وبيهروا في اي اهاري. وبعدين خدوا سيلفي. وبيروح للمدرسة. وبيقابلوا اصحابهم كلوي وراين. وبرضو بيهروا شوية. وبعدين بوقفوا بكاليوم مع صحابهم الشباب. وبيتفعوا على خرجة بالليل. وعلى اخر اليوم هالي بتوصل البيت. وبتتعاشى مع ابوها واماها واختار صغيرة ليزي. وهالي قالت لاهلها انا خارج كمان شوية مع صحابي. فاختارت لها انا جاي معاك وش. فهالي قالت لها مش ناس شغلة على صغيرة. وراين جاءت لها البيت. وخدتها واتكروا على الله. بعدها راين وهالي وصلوا بيوته صاحبتهم كيتي عشان يصهروا سوا. وكلموا عن اسطورة سلاندرمان. وانها قصة حقيقية. وانه لما بيستعدي احد. لازم الشخص ده يروح له من غير حول لي ولا قوة. لانه بيكون فقد السيطرة على نفسه. وسلاندرمان هو اللي بيحركه. وكمان بياخدوا الضحية بتاعته في العالم بتاعه. ومش بيرجع تاني. زي حكاية انه اداها عندنا في مصر كده. فجمعتنا فتحوا ابليكيشن سلاندرمان. وقالوا يتسلوا شوية بدل ما هم معاعدين كده. وعملوا استدعاء لي. وكان في خطوات لازم يعملوها عشان يستدعوه. يعني يغمضوا عنهم ومحدش يتكلم. ويسمعوا صوت دقات الجرس ثلاث مرات. وبعدها ظهر لهم فيديو في غابة. وكان فيديو موقف شوية. فقاله ايس يا خافة دي. ده كل عشان الفيديو اتفه ده. احنا ضيعنا الصهر على الفاضي. بعدها هالي بترجع البيت. وبتنام. لكنها بتشوف كابوس انها مشها جوه الغابة. وبتسمع اصوات مرعبة. وبعد اسبوع. للمدنسة بتكون عاملة رحلة زيارة لمقابر اسرية. رحلة ومقابر ما تركبش والله بس ما علينا. فالاختة هالي سألت صحابها حد فيهم بيشوف كوابيس. فران قلت لها اه بشوف كوابيس. نفس المناظر اللي شفتها في فيديو سلاندر مان. في نفس الوقت البنت كيتي وقفت بص ناحية الغابة الموجودة في المقابر. حصل شوية حاجات غريبة. وبعدها البيت اختفت. والله اختفت مرة واحدة. فالشرطة توصل للمكان وبفضل دوروا عليها في وسط الغابة لحد بالليل. لكن من غير فائدة. وما قدروا ايش يلاقوها. وفي اخر اليوم هالي واختها ديزي كانوا عاديين فوضتهم يحكوا في حوار اختفاء كيتي. وفجأة بيسمعوا اصوات غريبة في البيت. وبيكون جينسن ابو كيتي جاي يتهجم على هالي وهو سكرون. وبيقول لها انت ودتي بنتي فين? انت اللي خبتيها. بنتي ما كانتش لها في جو السحر والتعوازها ده. فهلأ قلت لنا معرفش يا فين يا عم وانا مالي. فاهل هالي جابوا الحج جينسن الشرطة. واتقبض عليه. يلا بالسلامة. بعدها ليوا اصحابها طبعوا صورة كيتي ووزوها على الناس. عشان لو حد شافها يتواصل معهم. فاصحابهم الشباب سألوهم ازا كانوا استدعوا الاسلندر من قبل كده. فقلوا قالت لهم مش معنا يعني تسألوا ليه. فقلوا لها عشان انتوا بقيتوا مرعبين. وسبوهم مشوا. ليهم حق اخلعوا والله. فهلأ قلت لاصحابها ان ابو كيتي قطحم بيتها ليلة مبالح. وهلفت بكلام عن السحر والشعوازة. فران قلت لها اكيد كل ضح حصل بعد ما شافت الفيديو. فهلأ قلت لها احنا كلنا شفنا الفيديو ومحدش فين اختفى. لكن البنت كيتي مخطوفة. واكيد فيه شخص حقيقي هو اللي خطفها. فران قلت لها لا مش مخطوفة. هي اختفت. سلندر من خدا العالم بتاعه. واحنا مش كويسين. احنا كمان بنحس بحاجات غريبة. وانا متأكدها ان الفيديو هو السبب في اختفاء كيتي وهو السبب اللي بيحصلنا دلوقتي. بعدها ران وهالي وكلوي اتفقوا يدخلوا قوضة كيتي ويعرفوا حصلها ايه. فران راح تخبطت على ابوها وفت تتكلم معاه على ما كلوي وهالي يدخلوا البيت من الباب اللي وراء. ودخلوا قوضتها فعلا ولقوا رسومات غريبة كيتي رسمتها. وكلها لسلندر من. فاخدوا اللاب توب بتاعها عشان يشوفوا ايه اخر حاجة كانت بتعملها قبل ما تختفي. وفعلا فتحوا اللاب ولقوا عندها فيديوهات كتير لاطفال موجودة في الغاب. وفجأة بيختفوا ولقوا شاب هنا وبين شخص مجهول بيتفق معا انها عاوز يشوفها. وكمان كيتي كانت باعتالوا فيديو لها قبل ما تختفي بيوم. وهي في الغابة بالليل. وتقريبا شافت حاجة مخيفة. وتخضي جدا. والفيديو خلص على كده. وطبعا العيال مش فاهمين اي حاجة. فران مرتاح لهاش بال. وهي من فتحة اللاب تاني. والشخص المجهول كلمها. فقالت له انا صاحب كيتي وهي مختفية تقدر ترجعها. فقال لها على حسب هتقدمي لي ايه في المقابل يا حلوة. هو ادماغهم الشمال بس هو في حاجة تانية انت فاهمها دلوقتي. تاني يوم البيت راين قبلت صاحبهم. وقالت لهم على الهببته للتنبارة. وقالت لهم عشان نقدر نرجع كيتي لازم نضحي بحاجة بنحبها الاسلندرمان. وان كده كده. الشرطة مش هتقدر ترجعها. والنسبة رجعها بالطريقة اللي هيعملوها دي لو واحد في المليون فاكفيهم شرف المحاولة. فالحلوين راحوا الغابة بالليلو. وقدموا سلندرمان اكتر حاجة بيحبوها. وراين قلت لهم لازم نغمي عيوننا. ومهما حصل ما نشيلش القماشة من على عيوننا. ونطلب من سلندرمان يرجع عينا صاحبتنا كيتي. لكن كله لما بدأت تسمع اصوات مرعبة. وكمان حاسب بوجود حد حواليها. خافت جدا وشهت الغامة من على عنها. وفضلت تصرخ وجلت في قلب الغابة. لحد لما لقى سلندرمان في وشها. فصرها تقطر. فالبنت رانو هالي فضلوا يلفوا حوالي النفسهم ويدوروا على كلوي. ولكن مش لقينها. وكانوا مراعبين جدا. وفاجأ لقوا كلوي طلعت لهم من وسط الغابة. وكانت هادية جدا. فراين قلت لها انتو شفت سلندرمان. فكلوي نقرت. وقالت لهم انا كنت خايف. بس دلوقتي انا تمام. واخدوها ومشوا. بعدها البنت كلوي كانت نامع سرير في امان الله. فجأة كانت لها مكالمة فيديو من شخص مجهور. فتحت لكن لقيت الشخص ده بيصور حوالي بيتها. وكمان بدأ يدخل جوال بيت. كل ده وهي بتتفرج بزهول. لحد لما لقيته خلاص. وصل عند باب قضتها. ففتحت الباب لكن ما لقيتش حد. لكن كان فيها اصوات غريبة. وكمان حس بوجود حد حواليها. لكن مش شايفة. وفجأة ظهرت ايد شكلها مرعب. وخفتها. بعدها هالي كان بتحاول تتواصل مع كولي عشان تطمن عليه. لكنها ما كانتش بترد. فتم صديق هالي جالها وعزمها وتسهل عنده في البيت بكرة. من نفس اللحظة هالي شافت سلندرمان واقف بعيدة عنها شوية في وسط الاشجار. فالبيت اتوطرت وخافت. فتم سألها ملا لكن هي غيرت الموضوع. بدروح لوراين. وكانت قاعدة في المكتب. وطبعا حوار سلندرمان شغل دماغة جدا. وكانت بتبحث عنه وعازت جمع الامات عن طبيعته. وليه بيعمل كده اصلا. وفاجأة وهي بتطلع كتاب تقرأة سيمت اصوات غريبة. وصوت دق بتاع الاجراز. وكمان النور قطع. فطبعا زي ما كولنا متوقعين. ظهر لها الحج سلندر. وفضل اطاردها. والبت يعني جت لها حالة سرع. لكن الحج سلندر كان حناية وتبطب على وشها بحنية. بعدها بتفوق ومش عارفة يا كاب بتحلم ولا ده ايه. بس ما علينا. وبعدها بتخرج من المكتبة وهي مرعوبة جدا. فراين بتروح لهالي وبتحكي لها الله حصل الله. فراين بتقول لها انها شافت كائن غريب في وسط الاشجار. فراين قلت لها ده اكيد حج سلندر. يلا بنا ان نروح نتطمن على كلوي. ونشوف هي مش بتيجي المدرسة ليه. بعدها راين وهالي بيروح عند كلوي. وبيلقاه وقفة في الشباك وشكلها بيكون مرعب جدا. فخافوا منها ومشوا. وبتقول لها كلي اكيد شافت سلندر مان في الغابة. وكسبت علينا. وانا سلندر مان هيلف عليهم واحد ورد تاني. لان كلهم شافوا الفيديو. فها لقيت لها بقول لي كيمة وجعيش دماغي. انا رايح اقابل توم واعيش حياتي. خليك انت في الوهم اللي عايش فيه وسمتها ومشت. فالبنت هالي راحت البيت عند توم وقعدت تريحها الكنبة. لكن فجأة سمت اصوات مرعبة. ولقت توم شكل وتحول. وفضل يعمل عركات غريبة وقابلة كده. فالبنت فضلت تصرخ. اهدي اخرة المشي العوج. المهم الوقت توم رجع لطبيعته تاني. اسألها ليه بتصرخ? فحاجت له على حوار فهالي قالت له عشان خطري ما تفتحش اي فيديوهات تخصه عشان مش هيحلة. وهيجيبك يعني هيجيبك. فقال لها اشترا يا حب. تاني يوم توم بييجي مدرسة ويكون شكله غريب. فالب تحاول تكلمه لكن ما ردش عليها. وكان فيه اصال ضرب على ايده. وطبعا كده اوى شاف فيديو لحج سلندر ويش. بعدها هالي بيكون قاعدة في قضتها. وبتسمع صوت كتي بتنادي عليه. وبتقول لها ساعديني. فهالي بتفضل ماشى ورا الصوت لحد اللي هم بتدخرج جوا الغابة. وفجأة بيظهر سلندر منه وبيجم عليها بيخنقها. فهالي بتصحى من نوم. وده معنا ان ده كان كابوس. فالبنت بتدخل الحمام لكن بتلاقي بطنها كبيرة جدا. زاكنها حامل. وفجأة بطنها بتتخرم كزا خرم. وبيخرج منها اطراف مرعبة. فالبنت تصحى من نوم يعني ده حلم وجوه حلم يا معلم. وبمرة دي تصحب بجد. في نفس الوقت بيكون لزي اختها تعبنة جدا. ومش فاهمين فيها ايه. فاخدوها للمستشفى. والدكتور قلبوها ان كل فحصاتها قويسة. لكن هي عندها حالة خوف وهلعة. فالبنت هالي خميت انها تكون شاهد فيديوهات لسلندر من. هنعرف بازن الله دلوقتي. بعدها هالي بتكون وقفة في ممر المستشفى تسمع صوت غريبة جدا. فبتتحركوا وبتبص في الارض بتلاقي فيها ناس غريبة برضو. وبتلاقي دكتور جاي عليها وبيكون طويل جدا. وهيقيته نفس هيقة سلندر مان. فالبنت يعنت رعبت لكن الدوق ما عملاش اي حاجة. فدخلت قوضة اختها. ولقيتها ماتت. فقعدت تصرخ. فالبنت ليزي وشها بدأ اياما حركات غريبة. ومسكت هالي من ايديها. وفجأة هالي بقت فقل بالغابة. وبيطلع منبقها حاجات تقرف كده. وفجأة لانها فائت واهلها جنبها بيهدوها وبيقول لها اختك بخير. ما تخفيش. تقديم ان سلندر مان كده بيقتحم مخها وبيصور لها كل الحاجات المرعبة دي. وهي في مكانها عادي. مش فاهم ايه الشغل العالي صغيرة ده. المهم بعدها البيت ليزي بتجيلها نوبة صرع تاني. فهالي حبت تقطع الشك باليقين ورجعت البيت. وفتحت اللاب بتاع ليزي. ولقيتها فتحت الموقع بتاع سلندر مان. ومش بس كده. دي كمان كان لها فيديو في قلب الغابة. وكانت معاها راين. فراين بتقول لها قديمي حاجة لسلندر مان. اكتر حاجة بتحبيها. فهالي تصدمك جدا. ليه راين بتعمل كده مع طفلة يعني. فهالي بتروح عند راين وبتدخل قضيتها. وبتلاقي كلها رسومات لسلندر مان. وببص ناحية الشباك بتلاقي راين واقفة وقتين من نفسها. فهالي انقذتها وقت لها ليه عملت كده? ليه عملت كده فوقتي راين. قالت لها مش بمزاجي. سلندر مان هو اللي بيحرقني. عشان نرجع ليزي لازم نضحي بحاجة كبيرة. مش مجرد حاجة بنحبها. هو عايز نحنا. والبت كانت متشاحت فعيات. وفجأة سلندر مان هجم عليهم في القوضة. واخد راين. بعدها هالي بتروح الغابة عشان تضحي بنفسها وترجع ليزي. وبزعلها سلندر مان وبتقول له خدني. فاخدها فعلا. ودخلها جوه الشجرة. وقفل عليها. والبت راحت مننا خلاص. وبعدها اختها بتفضل عندها حالة الهلعة برضو. يعني ولا كأننا عملنا اي حاجة. وفي الاخر بيوعوا الناس انهم ما يمشوش خلال الالعاب اللي زي دي. لانها يشبه الفيروس. ولو تمكنت منك. مش هتسيبك مهما هتعمل. وبيقول لكم خدوا العبرة من اللي حصل في العيال دي. وبس خلاص. الفيلم خلص. وبيقول لهم طبعا ان القصة دي حقيقة ومش عارفة. بس يعني ايه. حدنا فيلم وبنلخصه يعني عجبك الفيلم اعمل لايك. ما عجبكش الفيلم اعمل لايك برضو. يعني خلي خلي القناة تطلع شوية لان احنا مصدومين شوية جدا يعني. نشوف كم فيديو الجاي. الله السلام.